تحتفي تاميل هاتشنسن على غيرار ملايين الأمريكيين بالذكرة السنوية لبلاغ آخر العبيد في مدينة غالوستن بنيل حريتهم في التاسع عشر من يونيو من العام 1865 تاميل تحتفي بالمكاسب التي تحققت للأمريكيين من أصول أفريقية وتؤكدوا على أهمية استمرار مسيرة المطالب الاجتماعية والقانونية نحتفي اليوم بوصول الأمريكيين من أصول أفريقية إلى مناصب عليا للمرة الأولى مثل نائبة الرئيس هاريس ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل في مواجهة العنصرية وهذا ما نأمل أن يفعله الجيل الجديد يشكل المواطنون الأمريكيون من أصول أفريقية نسبة تفوق 13% من عدد السكان الكلي للولايات المتحدة يقطن مليونان وربع المليون شخص منهم في ولاية كاليفورنيا التي تشكل نقطة انطلاق إلى عديد من الحركات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية الذكرى مهمة جدا وتم الاحتفال بها على المستوى الوطني بالرغم من تأخر هذا الاعتراف المواطنون السود لعبوا دورا مهما في التاريخ الأمريكي واليوم نحتفي بهذا الأمر عبر الحدث الذي يوحد الجميع مقاطعة لاس أنجلس شهدت أكثر من سبعة احتفالات رسمية في مدنها المختلفة فيما يأمل الناشطون في أن تثمر جهودهم في إقناع سلطات الولاية بقرار ذكرى جون تينث كعطلة رسمية لموظف الولاية أسوة بقرانهم في العديد من الولايات يتمتع الموظفون الحكوميون في 24 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا بعطلة رسمية سنويا في ذكرى جون تينث بعد أن كانت تكساس الولاية الوحيدة التي تقض هذه العطلة ولاية كونيريكيد ستنضم إلى القائمة ما حلو للعام المقبل ستيفن نبيل الحوضة لس أنجلس